الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهاته بتحلل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الهمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وقت يا بالتحيات في المعادة بالذات متأخرين النهاردة شويتين زي ما كل حضراتكم بتتساءلوا وطبعا التأخير مش من عندي كما تعودنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث جديد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى حنلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد إن ده أكيد في انتظار اتصالات حضراتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسال اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات الماضية ومنذ عدة حلقات بدأنا موضوع اسم مخزون المبيض من البويضات وتأثره بالسن وتأثيره وتأثيراته السلبية على فرص سيدات في خدوث الحمل ونقشنا الموضوع من عدة جوانب إلى أن فوجئنا في الحلقة الماضية إذا كان الفيديو اللي معانا الفيديو رقم واحد يا سادزة إذا كان الفيديو جاهز فوجئنا في الحلقة الماضية بهذا الاتصال اللي كان من منار اللي أنا وعدتها أن أخصص هذه الحلقة إكراما لها هنشوف ملخص الاتصال ونشوف هنعمل إيه الحلقة دي إكراما لخاطر منار ولكل المخدوعات من المتكيسات أقدم لكم هذه الحلقة لبيان الحقيقة التي يعزف ويصر الأطباء على خداع السيدات بعدم قولها بعد الفيديو هنفتكر حصل حلقة الفاتر بعد الفيديو هفكركم أو هجاوب ليه الأطباء لا يقولوا الحقيقة نشوف بس ملخص الاتصال أنا جمعته لحضركم نشوف الفيديو كده عندها كل هازم الأعراض الكلام دا ما اشتكتيش بيه وانتي آنسة ما روحتيش وانتي آنسة عشان تدوري على الكلام دا دا سؤال الأول سؤال التاني إن أنا روحت وأنا متجوزة أم حتى محدش شاف الكلام دا فتورع إنه يقول الحقيقة يقول لي لو سمحت حضرك عندك تكايس مبايد ولازم تخسي ولازم تطلبي تحليل هرمونات يعني اللازم تكتبوا لحضرك منشطات عمياني دول دا ايه؟ هو حضركت دكتور أنا عايز عارف يعني ماذا خطورت اللي عندي أنا عايز عارف ماذا خطورت المرض اللي عندي ويعني ويعني أعمل ايه دلوقتي إن يطلب منك أشعب السابقة تضمها والحمل وحدوثه ومش على بشرتك وشكلك وشعرك يبقى بدي أثر على الهرمونات وعلى المظهر بتاع السيدة يبتدي أثر على الحالة النفسية فمريضات تكايصن وبعد من درجة شديدة اللي زال حضرتك كده يبتدي الناس يلاحظوا لو أنت مالك بقيت عصبية كده ليه بقيت متهيجة كده ليه بقيت بتخمي بقيت بتخمي بقيت بتاعجلية دكتور ممكن تسمعيني بس حاضر يا دكتور يعني بيقولوله إن شوء عن الشعر ده عادي والحاجات دي عادية لا دول بتحققوا عليه أنا بعد الجواز دكتور زيت ما بقولش يعني بطريقة كده بس بزيت في الوازن أنا بوازني حاجة وخمسين دلوقتي عديتت سبعين أيوة زيت حاجة وعشرين كيلو كلهم في منطقة أسفل البطن لدرجة إن الستات أيوة بالضبط البطن هي البينة لدرجة إن الستات قريبك لما بيشوفوكي ماشية في الشارع وليك إيه ده هو أنت حملتي هي بطنك مالها عالية كده ليه مش هكذب عليك أنا اتنين شوفوني وقالولي نفس الكلمة ليه عيب عيب ده شغلي ده شغلي يعني زيادت كلها في بطن يا دكتور أنا عارف ما متأكد هذه طبيعة هذا المرض حضرتك بقى السؤال إيه السؤال إن أنا عايز أعرف درجة المرض بتاعي وإيه الحلول اللي أنا أعود والخطوات اللي أنا أمشي عليها عشان ما روحش عني دكتور ويقول لي حاجة وتطلع في الآخر أمشي أو أدامش عليها شهر اثنين وثلاثة وثنة ومبش ويعني طبع ما عملتش حاجة أنا بس عايز أعرف إيه حل يعني علاج إيه بالزبط علاج هو المنشط ولا علاج حاجة تاني المنشط واحد من خطوات العلاج لكنه الخطوة الأخيرة في لستة من خطوات منار سألت أسئلة كتير كان ملخصها سؤالين أنا جبتهم لكم في ملخص المكالمة في وسط المكالمة كده وده سؤال لحضراتك وسمعته بوضوح أنا عايز أعرف خطورة المرض اللي عندي منار الفيديو اللي حنوريه لحضرتك النهاردة حنتوقف فيه وكل المتكيسات يشوفه هنتوقف فيه عند الإجابة بصراحة ووضوح عن خطورة مرض تكيس الموعد إيه يعني ده تكيس واحدة عندها دورة ملخبطة وبتأخر في الحمل هنشوف هل الكلام ده حقيقي ولا نمرة 2 قلت إيه الخطوات اللي أعملها وإيه أول خطوة أعملها وده الجزء اللي حخليه للحلقة القادمة عشان تتبعيني أنت وكل المتكيسات إيه ما يجب أن يتم عمله الفيديو ده مش الفيديو أنا عامله ومش فيديو أنا اللي مصنعه كيس المبايد وتقاسي نفس مقاسات حضراتكم وحتكتشفوا أن خداع الأطباء وعدم قولهم الحقيقة منتشر في كل منطقة في العالم بس طبعا عندنا زيادة شويتين طيب أنا هجاوب على سؤال أول قبل ما أري حضراتكم الفيديو اللي بيشرح معاناة مريضات كيس المبايد لماذا لا يقول الأطباء الحقيقة جزء منه قلتوا المرة اللي فات لا يقول الأطباء الحقيقة لأن الزبون بتعنا المريضات السيدات يعشقنا الكذب عليهن ولأن السيدات في العالم العربي عموما وفي مصر خصوصا يعتقدنا أن نتأخر الحمل مسبة وعيب شديد وهم رايحين للدكتور مش عشان يكتشف العيب هم رايحين ليحصلوا على ختم أنت كويسة ولأن الدكتور اللي قاعد قدامهم عايز يرضي الزبون ده ويظل في نظره لطيف وخفيف وظريف وبالتالي يبقى ليها رجل مرة تانية فيقول لها ده أنت ما عندكيش حاجة وكل ده أوهام ولا ليه أي أساس السبب الثاني اللي حضراتكم مش هتصدقوه أن البعض يجهل أنه كيف يتعامل مع هذا وهذا ليس عيبا لأنه مش تخصصه لأن في ناس اسمها أطباء تأخر حمل لكن في ناس في أطباء النساء مهنتهم هو متابعة الحمل والولادة ولا يقوموا بعمل تأخر الحمل لكن يجب عليه أن يقول للست دي ده مش تخصصي لكن في ناس تانية بتلعب بقى على عامل الوقت اللي هو إيه ست دي عندها دورة ملخبطة في الله نخدعها ونديها عليك فينزل دورة إصطناعية فهي تعتقد أنها أوليجة تقول لها استخدمي ده ثلاث شهور ست شهور ثمان شهور عشان تمشي من قدامه وعلى يلعب على عامل الزمن لعلى في هذه الفترة تكون نسيته أو يحصل لها حمل لوحدها أو تروح لحد تاني ويبقى كفى الله المؤمنين شرى القتال أو يكتب لها منشطات والمنشطات وارد أن يحصل حمل عشرة في المية جميل في ناس كتير جدا من أطباء النساء بيقولوا الكلام دائب ما بيسمعه الكوش أنا هسمعكم هعلي صوت أطباء النساء في حدثهم في مصر في 30 مليون سيدة في سن الحمل والإنجاب كويس في سبعة تمانية مليون عندهم تكايز مواد مش عايزهم أنا عايز لـ 22 مليون التانيين اللي بيحملوا ويولدوا وتيجي تتابع الحمل وقول لها الله هتجيبي بيبي جميل الله ده ولد الله دي بنوتة تمام دي وزنها كذا ده انتي حلوة خالص نفسك بتغم عليكي معليش مش عارف إيه حركة البيبي كم مرة في اليوم مهنة ظريفة ولزيزة وتنتهي بإننا نولد الستات فلما نولد تقوم فيه ناس تقف تزغرت على باب العيادة تمام وبكده أنا بقى مالي ومال واجع القلب وبتاع تكايز الموبايد ده لكن يجب ان دول يكون لهم من يعالجهم ويجب ان يكون هناك من يتصدى ليهم ويجب ان يكون هناك من يمتلك العلم والقوة ان يتعامل مع هذا ويجب ان يكون هناك من يقول الحقيقة لان هذه مشكلة والكذب ده والخداع ده موجود في كل حتة في العالم فحوري لحضراتكم هذه السيدة التي أصيبت بدأ تكايز الموبايد وعندما تم تشخصها قررت انها تعمل فيديو تجنيعي لأطباء بيقولولها الحقيقة بقى بعد ما هي عرفت الغث من السمين وابتدت تعمل لقاءات مع سيدات أخرى مصابات بتكايز الموبايد في المجتمع الإنجليزي وحتلاقي منهم ناس من أصول عربية وحتلاقوا اللي لابسح جاب واللي شكلها من الدول الشام هتلاقوا الكلام ده واضح تماما وبتاخد رأيهم وبتقول لهم على خبراتهم وبيحكوا حكاياتهم وكيف تم خداعهن والإخفاء عليهن بمشكلتهن إلى أن اكتشفت ونشوف هل المشكلة دي بسيطة أو ما تعملش حاجة ولا هنتوقف النهاردة عند جملة وحسمى على حضراتكم هنغلي صوت الفيديو عالي شوية وبقول لكنترول الكلام ده وسمى حضراتكم مشاكل هذا المرض لو الفيديو رقم 2 ده جاهز نبتدي نعرضه بعد إذن حضراتكم وحنتوقف عند الدقيقة اللي قلت لحضراتكم عليها عند الدقيقة 33 أو 29 سنين نتفضل PCOS stands for polycystic ovarian syndrome It's a very common hormonal disorder In fact 1 in 10 women probably have it in the United States For this past month I've been working out every single day And the devil is trying to test me This has been such a journey It's all about education It's all about learning what it is And how to improve your overall quality of life The hallmarks of the disease are irregular periods and elevated levels of testosterone That can manifest in one of two ways Either you have symptoms, so you have the hair and acne About a year and a half ago I had noticed that I wasn't getting my period every single month At first I thought it was my birth control So I kind of went off of it Still wasn't getting it And so I thought it was stress because I was graduating from college I was getting ready to move to LA When everything kind of settled down Still wasn't getting it I went to the doctor one day And was just getting a normal checkup And she had noticed that I had hair on my chin And she said, oh you probably have PCOS So for the next month I'm going to be meeting women's health specialist Other women who have PCOS And a doctor who specializes it and women's health And pretty much doing 360 We can go back to the video We can go back to the video We'll finish the video But I'll tell you to tell you The one who told you that a woman will get 10% of the women This is the world's treatment And the treatment of the treatment But it says that more than 50% of the patients цевati المتكاوسムواhelp ns لم يتم تشخصهم بعد وبالتالي الإحصاء الدقيق أعلى من كده بكتير وفيه اختلال في معايير التشخيص وعشان كده الإحصاء الحقيقي لمرة التكاوس المباعد يتراوح بين 8% في بعض المجتمعات والأعراق واصل لحد 20% وفي مجتمعات أعلى من كده وأكثر المجتمعات إصابة مجتمعات ذات الأصول الشرقا وسطية ومنطقة شرق المتوسط وشرق البحر الأبيض هي أعلى في الإصابة بهذا المرض حيث له استعداد جيني ووراثي هذا المرض قد يصاحبه أعراض من اختلال الدورة زي ما هي قالت ممكن نلاحظ بعض الأعراض اللي في البشرة الدهنية واللي في الحبوب في الوجه واللي في الشعر في الوجه وهي بتقول إن في دكتورة شافتني وقالت إيه ده ده أنت عندك شعر في وشك وحبوب في وشك وبشرة دهنية غالباً هيبقى عندك تكييس مبايد اللقاءات اللي هي هتعملها دي مع بعض المصابات ومنهم واحدة مصابة بتكييس المبايد وهي طبيبة تغذية اللي هتعمله هنكمل الفيديو وحبقى أستأذن الكنترول إنهم يبقوا معايا لما أطلب إن أنا أعلق على جزء من الفيديو هنكمل الفيديو بصوته تفضل نرجع اللي في الصورة دي دي كانت مريضة تكييس مبايد وهي طبيبة تغذية وهي اللي هتنصحها بالنظام الغذائي والعادات الغذائية وهي نفسها خست ورجعت للوزن ده فحنشوف تأثير ده بس أنا واقف قدام جملة مهمة جداً عشان كل مخادع بيقول عكس ده موجود في الفيديو ده بصراحة ووضوح وبصوت عالي لما سألتها إتس تريتابل يمكن علاج تكييس المبايد قالت لا إتس نات تريتابل الدكتورة الأمينة اللي بتقول الحق لأنها متخصصة في الهرمونات إتس نات تريتابل لا يمكن الشفاء لا يمكن علاج تكييس المبايد but it can't be controlled it's controllable نقدر نسيطر عليه تكييس المبايد مثال لمرض السكر لا يمكن شفاء مرض السكر فهو مرض مزمن منين ما هيصيب بني آدم سيلازمه ما تسمعش بس غير عند المصريين أصلا كان عندي سكر عصبي وأصلا كان عندي سكر مع الزعل وأصلا الكلام الوهمي ده الأمراض المزمنة أمراض ستستمر مع البني آدم ولا يمكن شفاء منها لكن يمكن ضبطها وده اللي قالته في الجملة اللي فاتت it's not treatable but you can control it ما تقدريش تشفي من تكييس المبايد وفيش واحدة عن بها تكييس وتروح لدكتور ويقولها الله العلاج اللي تقولك التكييس راح على فكرة ما فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها تكييس المبايد يشفى تكييس المبايد is not curable it's not treatable it's controllable إنه مرض لا يمكن شفاءه ولا يمكن البرء منه لكن يمكن السيطرة عليه والتعامل معاه إزاي؟ خلي بالكم كل ما هتظهر في الفيديو هذه السيدة النحيفة اللي موجودة على يمين الشاشة اسمعوا النصايح اللي هتقولها واعتدوا بيها كويس نكمل الفيديو ونرجع نخليه one way هي بتقول لها أنا قدرت سيطر على أعراض المرض اللي عندي هذه الطبيبة طبيبة التغذية دي كانت هي نفسها مريضة تكييس المبايد تقول أنا قدرت أسيطر على الأعراض اللي عندي وقدرت أحط المرض تحت السيطرة خلال 3-4 شهور من اتباعي نظام غذائي فبتقول لها وانتي هتديني النظام الغذائي ده بتقول لها آه هنتابع مع بعض النظام الغذائي ده ودي حاجة مهمة جدا خلي بالك يا منار ويا كل المتكييسات نكمل الفيديو ونرجع one way شايفين الأصول في التعامل مع المرض هو في السيطرة على نوعية الغذاء على كميته على توقيته على طبيعته في أغذية هنتفادها مش لأن فيه أغذية بتعمل تكييس مبايد لكن فيه أغذية بتزيد من الوزن وبتزيد من مقاومة الجسم اللي عمل هرمون الإنسولين فقلت لها حاجة هنبعد النشويات والسكريات وحناخد حاجات فيها ديتوكس وحناخد حاجات زي خل التفاح وحاجات تساعد على السرعة الأيضي أو التمثيل الغذائي يعني فيه تغيير في نظام الحياة وده مهم جدا الوقت حنشوف كيفية تشخيص تكييس مبايد تكييس مبايد بيشخص أساساً يامنار بتحليل هرمونات لكن حنشوف لما نعمل صنار لمريضة تكييس مبايد بنعمله إزاي وبنشوف إيه وحنسمع وحنشوف مفيش حاجة اسمها دكتور حط الصنار على بطني وقال لي قال لا مفيش تكييسات حيث صنار البطن لا يشخص تكييس مبايد تكييس مبايد لا يشخص بصنار البطن وحتقول الكلام ده بوضوح وبصراحة وواضح وظاهر تماماً كل ما نتحط الصنار على بطنها وقال لها انتي ما عنديكيش حاجة تعرف انها تم خداعها لان اللي حطه على بطنها ده ما كانش شايف أي حاجة لأن صنار البطن لا يتم بيه تشخيص أمراض نسا ده بيتم بيه تشخيص الحمل بعد الشهر التالي ونشوف الكلام ده موثقاً من مريضة عانت من هذه الأكاذيب والمخادعات نشوف اشتركوا أن تشخيص عليكم ده المنظر الكلاسيكي لصنار تكييس المبايد اللي ممكن حضراتكم تقدروا تشوفه هو الجزء اللي فوق شوية في الشاشة ورايحنا اهتمين شوية ده المبيض في نقط صودة صغيرة مرصوصة ورى بعض زي حبات الصفحة الصغيرة أو زي حبات العقد نيكليس أبيرانس الكلاسيكية في وصف منظر تكييس المبيض ويظل تكييس المبيض ليس تشخيص بالصنار فهو خلال هرموني فتحليل هرمونات هي الأقوى في التشخيص وهذه الصورة صورة كلاسيكية وقد نفتقدها في بعض مريضات تكييس المبايد لكن المريضات اللي عندهم الصورة الكلاسيكية بيباني المنظر ده نقط صودة صغيرة كتير جوى المبيض بوايضات غير ناضجة متوزعة تحت قشرة المبيض سمك في قشرة المبيض سمك في الاسترومة بتاع المبيض هذه البوايضات حجمها من 8 ل 12 ملي وناس بتقول من 8 ل 10 وعددها بيبقى كبير وتحت قشرة المبيض ودي الصورة كلاسيكية جاهز الصورة تزوم شوية أنا حبيتها وأتضحها لحضراتكم نرجع للفيديو تاني هذه السيدة من أصول من أصول هذه السيدة من أصول عربية أو من أصول لا علاقة بالشام هتشوفوا سيدة عربية مرتدية الحجاب في إنجلترا لإن إحنا عندنا استعداد وراسي في منطقتنا عالي جدا فإحنا من أكثر الأعراق إصابة بهذا المرض فهوري حضراتكم نكمل بعد إذن حضراتكم هنا بقى مشكلة اللي حضراتكم فاكرين أن في الخارج والغرب إذا هيفن الجنة في مشكلة في النظام الطبي بتقول أنا ليه تأمين طبي وبالتالي بالتأمين الطبي ده ما أقدرش أروح ألا لدكاترة محددين الدكاترة اللي بروح لهم دول مش متخصصين في علم الهرمونات وفي تأخر الحمل وبالتالي بعضهم كان لا يدري عن مشكلتي وبعضهم كانش بيعالجني العلاج المزبوط لأنه ليس تخصصه وكان مطلوب منه أن يبعتني التخصص أعلى لكن حتى هو بعضهم ما عملش ده وحتى إذا عمل ده بيستغرق وقت مني لأن أنا ملزمة بالنظام التأمين الصحي بتاعي أننا نروح لأشخاص معينين وليس بالضرورة يكونوا متخصصين هتعرفوا أننا في الدول العربية في نعمل عليه أن تقدر تختار الطبيب وتقدر تشوف أنه هو وجهة تخصصك بس حضراتكم بتختاره بطريقة مش مزبوطة نشوف كده هي تقول إيه على اللي حصل لها في مقابل الطبيب في إنجلترا بيعالج مريضة عندها تأخر ولغبطها في الدورة وأعراض تكايس مبايض واضحة نشوف كيف أتعامل معها نشوف هو ده اللي أنتو بتحسوا به هو ده واحدة بتروح لحد يقول أنت ما عنديكيش حاجة بخدي الدواء ده بالمناسبة ابقي خلي بالك من وزنك ابقي خلي بالك من أكلك ياريت ياريت لو تخسي شوية بعض الناس بيتقالها كده بعض الناس عندها تكايس مبايض عمرها ما توزنت على ميزان محدش شرح لها فين التفقيف الطبي المرض ده إيه أسبابه إيه أعراضه إيه هي حتحس بإيه متوقعا أن يحصل إيه أنا حسمعكو صوتها وهي بتقول أن محدش قال لي عشان الناس اللي بتقول الدكتور قال لي وإيه يعني أني عندك تكايس مبايض هي بتقولها هي محدش قال لي وحتسمعه بصوتها وده أنا مترجمه وحتلاقه كتابة مكتوبة تحت كمان بتزود مشاكل بتقول محدش قال لي أن ده مرض مزمن سيستمر معي العمر كله وسينتهي بأن أنا أصاب بمرض السكر وأن فيه احتمال واحتمال وارد أن أصاب بسرطان جسم الرحم ومكتوب في الكتابة اللي تحت اللي هي ما نطقتهاش أن هذا المرض يزيد الإصابة بالكارديوفاسكولار ديزيز بالمشاكل القلبية بالهارد ديزيز والهايبرتنشن بالضغط والأمراض القلبية منار الجزء الأولاني من سؤالك إيه هي المشاكل اللي أنا عرضة ليها بسبب هذا المرض تم إجابته الآن وحنرجع أنا أستاذ الكنترول نرجع كده خمس ثواني وبعدين نعرض ونقف عند ثلاثة وتسعة وعشرين ثانية نشغل بقى نوقف نوقف هي بتقول يعني سكر اللي هو سرطان جسم الرحم شيلوا صورتي بقى ونخلي الصورة فول سكرين ونحاول نقرأ الكتابة اللي مكتوبة تحت بالإنجليزي اهو يعني في مشاكل مستقبلية على الإصابة بأمراض قلبية انتريتد بي سي او الناس اللي ما بيشتعالجين بتكيس المبايد عندهم نسبة أعلى من الإصابة بالأمراض القلبية ومشاكل قلبية 100% من مريضات تكيس المبايد سيصبهن النوع التاني من مرض السكر 50% حيجي لهم هايبرتنشن ضغط ومشاكل قلبية 15% قد يصابوا بسرطانات جسم الرحم وللأسف الشديد إنهم يصابوا بيها في أعمار صغيرة عن المتوسط عن سرطان جسم الرحم الذي يصيب السيدات عند سن حاجة وستين سنة أما في مريضات تكيس المبايد فيحدث في بعض الأحيان للأسف الشديد واللي السيدات دول وهم في سن أربعين سنة هنوقف الفيديو على الصورة دي الكده جاوبنا الجزء الأول من سؤال منار اللي سألته في الحلقة السابقة ايه المخاطر اللي أنا عرضة لها أما سؤالها التاني ايه الخطوات اللي مفروضة عملها هنورها لها مع تجربة هذه السيدة بس المرة الجاية هنشوف كام السيدة بتروح لي كام دكتور قبل أن تصل إلى المتخصص اللي يقول لها الحقيقة ويقول لها أنت عندك تكيس مبايد فنسمع في عيادتنا هه محدش قال لي كده انت ليه بتقول لي كده انت الوحيد اللي قلت لي كده للأسف الشديد حيث الزبائن يعشقنا من يكذب عليهن لكننا سنقول الصدق دائما وأبدا انتظرونا في الحلقة القادمة حيث سنقدم كيفية التشخيص الصحيح والتعامل مع مرض تكيس المبايد للوصول للسيطرة عليه وليس شفاءه أو انهاءه معنا تصار تليفوني تفضل أيوة أنا دكتور عدد أنا حاجة في حيث هو بقى لخمس شهور ما بتجيش الدورة بقى لخمس شهور ما بتجيش سن حضرتك كم سنة أنا تسعة وعشرين سنة تسعة وعشرين سنة ودي أول مرة يحصل الانقطاع ده أيوة أول مرة انت آنسة ولا متزوجة لا متزوجة متزوجة بقالك قد إيه بقالك تسع سنين تسع سنين أنجبتي قبل كده عندك أطفال آه معايا اتنين معاك اتنين والدورة لخبطت قبل كده ولا دي أول لخبطة حصلت لا دي أول مرة تحصل أول مرة تحصل والمرة أطعد بقالها خمس شهور آه ولما وصلت في الصور طلب مني أعمل تحليل هرمونات أيوة طلعت نتيجة التحليل اللي هي الـ أيوة أنا طبعا متخيل النتيجة من صوتك طلع التحليل إيه نتيجته سبعة من واحد في المية آه اسمه سبعة من مية يعني طلع مخزون المبيض من البويضات قليل خلي بالكم تسعة وعشرين سنة اللي قدها لسه ما تجوزوش تسعة وعشرين سنة دي في عز شبابها تسعة وعشرين سنة الدورة انقطعت والمخزون شبه منعدم وشايفين شايفين الصوت أنا من أول ما هي تكلمت الدورة بتجيش بقالها خمس سنين دي واحدة بتتكلمه هي مقصورة للأسف الشديد والدكتور قال لحضرتك إيه لا حضرتك ما سمعتش سؤالي أنا قلت قال لك إيه مش اداك إيه أنا عارف أكيد هيديك إيه من المخزون المبيض والطويد عندك خلص كده وما فيش عمل نريجع تاني احنا نمشيك على البشان منظمة دواء ده مدد 6 شهور ولكي تعمل التحليل تاني ونشوفه فيه تحسن في الطويد ولا وهو يلعب على عامل الوقت كحدودة جوحة الشهيرة القديمة طيب وما عملش تحليل الـ FSH لا تمام عايزة تسأليني عن إيه بقى أنا عادي يا دكتور أنا عامل إيه تتابع عشان لو مثلا لو فيه حاجة تقنية تعالي مجد في الطويد تاني أو أي حاجة أخدها حاجب لكو فيديو في الجملة دي حاجب لكو فيديو في الجملة دي لا يمكن للأطباء ولا للمرضى أن يعيدوا الساعة البيولوجية إلى ما كانت عليه لا يمكن للطب ولا لأطباء أن يعيدوا مخزون المبيض من البيضات أن يعيدوا ما فقده من المخزون إحنا هنحاول نشكك في هذا التحليل مش لأنه غلط هو يبدو متوافق تماما مع الحالة لكن هنحاول نشكك عشان التأكد لأنه غريب مش ده المعتاد في واحدة سنها 29 سنة بيحصل في 19 بس النسب مش عالية تمام؟ المفترض أن حضرتك تعيد التحليل مرة أخرى في معمل آخر عشان للتوثيق نعمل تحليل الـ FSH لأن لو المخزون لوحده قليل مش المفروض أن الدورة تنقطع أن الدورة تنقطع ده معناها أن المخزون قليل وحصل فشل مبكر كمان في وظائف المبيض المبيض له وظيفتين وظيفة انتاج بويضات وهو قد يفقدها لما المخزون يقل لكن وظيفة انتاج هرمونات ففي بعض الستات فقد المبيض بويضاته لكن لسه فيه هرمونات تحافظ على دورة شهرية لعدة شهور وقد تكون لسنوات لكن كمان أن الدورة تنقطع ده معناها أن حصل ارتفاع في الـ FSH يعني معناها حصل ضمور تام في وظائف المبيض المطلوب إعادة تحليل الـ AMH وإذا كان قليلا لا العلاج اللي الدكتور بيدهولك ولا العلاج اللي أنا حقوله ولا أي علاج حيرجعه لطبيعة والدكتور عارف الكلام ده وقال لحضرتك تيجي بعد ست شهور عشان يكون الكلام اللي بيقوله أكثر ملاءمة ويكون أقل في وقعه على حضرتك ويكون تحت إيده تحليلين مش تحليل واحد علشان ما يبقاش كلامه يشكك فيه يجب إعادة تحليل AMH ولا يمكن للأطباء ولا المريضات إعادة الساعة البيولوجية ولا إعادة ما فقد من مخزون المبيض فما ذهب من المبيض لا يمكن استعادته ياقينا حتى هذه اللحظة بكل وسائل العلم والتقدم وإذا كان الـ FSH مرتفع فهيكون ده كمان معناه إن حصل فشل تام في وظائف المبيض بمعنى أن هذه الدورة انقطعت إلى غير رجعه وبالتالي يجب أخذ ساعتها علاج هرموني تعويدي زي اللي الدكتور كاتبه لك ده بيعوض نقص الهرمونات مش هدفه أن ينزل دورة لأنه اللي بتنزل دي مش دورة دي اسمها دورة استناعية والدورة في حد ذاتها مش هدف لكن هدفه أن يحافظ على مستوى هرمونات الأنوسة في جسد حضرتك علشان ما يحصلش مشاكل طبية أخرى الستات بتبقى عرضة ليه لأن السيدات هرمون الأنوسة بتاعهم مرتبط بوظائف أخرى منها أنه بيرصب كالسيوم في العظم فلما يحصل انقطاع مبكر كده للطمس هيحصل انخفاض شديد في هرمون الأنوسة فنبقى عرضة لهشاشة عظام ومشاكل طبية وصحية السيدات لا تصاب غالبا بأمراض الضغط والقلب في سن مبكر زي الرجالة لأن هرمونات الأنوسة بتحميهم لما يحصل فشل مبكر في وظائف المبيض الحماية دي بتروح فتبقى الست بقت عرضة للكلام دا فاحنا نضيف هذه الهرمونات التعويضية لتعويض ما فقدوا الجسم والمحافظة على الحالة الهرمونية ولمنع حدوث مشاكل صحية ولم أذكر على الإطلاق في كل الفوائد اللي أنا قلتها أننا نستعيد وظائف المبيض أو بويضاته أو الدورة أو فرص السيدة في حدوث الحمل بس أنا عايز حضراتكم تسمعوا هذا البرنامج من الحياة والاتصالات اللي بتيجي بتيجي من الواقع زي منار اللي 3 تربع شعرها وقع وبقت كالأسطورة ماشية بشعرها اللي بتلموا ويقول لها مفيش مشكلة إيه يعني شعرك بيقع وده ماله ده ومال أمراض نسا تمام؟ وإيه يعني وعندك تكايز موبايد لكننا هذه هي الواقع الأمور اللي بنشوفه فعايز أسمع حضراتكم إن 29 سنة للأسف الشديد وقد تنقطع الدورة تماما و29 سنة والمخزون قد ينفذ ومفيش واحدة يتقال لها إنت صغيرة مش هنطلب التحليل ده والصغيرين هم عايزين صغيرين عن سن كام لإن أنا ممكن أجيب لكم 12 و13 و14 و19 سنة و17 والمخزون للأسف عدم معنا اتصال تليفوني آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إزاك يا دكتور عيد العملي الحمد لله أنا كويس وإسماءة صوتك الحمد لله برد بس فضل لو سمحت يا دكتور أنا كنت عند حضرتك أنا بتصرع شأن أشكرك أنا كنت عند حضرتك في شهر تسعة الفين وتسعة الفين وعشرين كويس لأ والتسعة تسعة معلش أني نركض عشان أول مرة كده نفت لي في الدون والحمد لله يعني في شهر ثماني الفين وعشرين جبت حنين وفعني حبيتها شكرتك يعني بعد أقل من سنة من دخولك العيادة طيب مبروك يا سيدي ربنا يتخليها لك في ثالث شهر يعني شهر تبعت ما حضرتك شهرين وأحمل الحمد لله طيب معلش كده حضرتك كنت يجيت لنا العيادة كان سنك قد إيه المشكلة إيه متأخرة في الحملة كان 35 سنة أيها أنا بصي يا دكتور أنا تجوزت عدت أول ثلاث شهور وأحمل بس جالي ضغط حملي وحصلي تصمم خملة في البيت بمات في بطن أيها للأسف وعدت بعدها سنة وعشر شهور كان هرمون اللابن عالي وكنت بأخذ برضه من الشطات أيها لما جيتي بقى قلنا لك إيه نعم لما جيتي عندنا قلنا لك إن المشكلة فين حضرتك قلت لي إن فيه تكييسات تمام خلي حضرتك كده بس ثواني قلنا إن فيه تكييسات لازم تخسي يا منار يا كل المتكييسات اسمعيني بس اسمعيني حضرتك بس اسمعيني إنتي بس ثواني المتكييسات كمان من مشاكلهم إنهم لما بيحملوا بيبقوا عرضة لتسمم حمل الست العظيمة اللي من الفيوم دي بنتك اسمها إيه أم حنين خلوا الصوت هيدخل للستوديو جماعة دي تزوجت مثلا مثلا بتقول ليش بس يعني أبضرب مثلا كان وزنها 72 كيلو فعندها تكييس مبايض من درجة بسيطة اللي خلاها يحصل حمل ها؟ وما يحصلش إجهاض لأن الدرجة بسيطة لكن اللي عندهم تكييس عرضة لتسمم الحمل فهي محدش خد باله من الكلام ده وابتدت من الشهر الخامس السادس أمني على كلام يقولي آه أو قولي لا لو كلامي غلط ابتدت تزيد في الوزن الزيادة واضحة وابتدت تتنفخ فابتدى المشاكل بتاعة تسمم الحمل بقت المخاطر كلها عندها بكرية سنها 30 سنة أو أكتر وزنها مش قليل زادت في الوزن الزيادة شديدة أثناء الحمل عندها تكييس مبايض دي المتلازمة اللي لازم حتقوم جايبة تسمم حمل حصل إيه بقى كمان نفخت الدكتور اللي كانت بتروح له ما كانش بيوزنها ولا كان مهتم بوزنها لا خالص أنا متأكد أنا متأكد عشان يوصل تسمم الحمل للدرجة دي وصلت إنها قبل ما العيل يموت بطنها بأسبوعين كانت مش قادرة تخطي برجلها من كتر ما رجلها تنفخت وهي دخلة خلوا صوتها في الاستوديو يا جماعة وهي دخلة من باب العيادة كانوا ناقص يزقوها من الباب عشان تعدل إنها تنفخت بقى تقدي كده تمام؟ وابتدت حركة البيبي تقل والصداع الشديد يمسكها وبعد شوية زغلالة وبعدين راحت قالولها العيل توفى في بطنك صح ولا ما صح؟ صح يا دكتور فعلا وولدت كيسرية ده برضو كمان مشكلة الوقت بقى إيه؟ أولا حضرتك تحميدي ربنا إنه توفى لإنه الوفاة بتاعته دي سيطرت على موضوع تسمم الحمل لإنه كان الطفل ده فضل على قيد الحياة كنا دخلنا فيه تشنجات ونزيف في المخ والأخه لكن المشكلة كمان إنه كنا أرضى المضاعفات دي الوقت بقى إيه؟ عملت قيسرية طب ما ستات كتير قوي بيعملوا قيسرية عملت قيسرية العيل ميت عملت قيسرية وهي في حالة طبية وصحية لا تسمح بالبنج وهي كانوا بيقولوا الأهلها امضلنا على إن دي حالة خطرة وحالة عالية الخطورة قبل ما نشتغلها علشان ما حدش فيكو يتني علينا كلمة لو حصلها حاجة حصل ولا ما حصلش يا ست الكل حصل يا دكتور وكنت في مستشفى في يوم العام ولا في مستشفى خاص ولدت في مستشفى في يوم العام لإن طبعا ما فيش حد حيرضى يولد حالة حضرتك دي في مستشفى خاص حيترعبه لإنك أرضى المشاكل كتير هو نفس الدكتور اللي كنت بتابع عنه وكان مدوري المستشفى وهو اللي حاولي على المستشفى آه قالك جاري انت مش حالة عيادة انت مش حالة عيادة طيب الست دي بقى بعد الولادة تمام فضل وزنها تمانين كيلو فبقى اللي كان عندها تكيس من درج متوسط للخمسة وتمانين كمان والله أنا مش عارف أنا بضرب أمثلة والله بس يعني كويس إنها بتتطفق كده فبعد المكان عندها تكيس من درجة بسيطة سمح بحدوث حمل بس عمل مشاكل في نهاية الحمل بقت المتكيس آه بقتها سقط يا دكتور آه بقت تكيس من درجة متوسطة فحصل حمل وانتهى بإجهاد دوهية ايه تمانية وسبعين تمانين لما بقت خمسة وتمانين بقى عندها تكيس من درجة جديدة تمام وبرضو الدكتور اللي كانت بتروح لهم محدش قال لها خسي ومحدش وقفها على الميزان وكانوا بيكتبوا لها منشطات وكانوا بقولوا لها انت حلوة وحتيجي الشهر الجاي حامل وما تفكريش بس واتسيبها على الله وانتي بس عشان بتفكري كتير وحالتك النفسية هو ده اللي مخليك ما بتحمليش ده أنا متألي الكلام ده كله ده أنا مش عالق وانا تمام مع ان بطنها مع ان بطنها مع ان بطنها وكرشها كان من تحت البطن قد كده وكانت هي عملة تقول ده أنا بطني كبرت بسبب القيصرية والعملية اللي عملوها لي ما كانتش عملة تقول ان وزنها زايد في منطقة أسفل البطن وده اللي أحدى ستكيس المبايد وأظهره صح ولا من صح صح يا دكتور وانا قصنا كانت تلاقي الدورة متأخرة عندي من قبل ما تجوز يعني حضرتك كمان دخلة متزوجة وانتي رفع علامتنا متكيسة رسميا وحضرتك كعادة أهل الصعيد يعني ما روحتيش لده كترة وانتي آنسة ان الدورة بتتأخر لا هو أنا كنت مع يعني واحد قريبتي عند الدكتور نسة وسألته قلت لدكتور ندور عندي بتطلق بطالي لا لا عادي هتتزبط بعد الجواز طب بزمتك أنا هزممك بزمتك حدث الكلام ده طيب لا طبعا لا طبعا ايوة ما ازددت سوءا لأن حضرتك ازددتي وزنا لو كان لو كان اتقى الله فيكي وقال لك لو سمحتي حضرك روح يا ميلي التحليل دي ايه دا انت عندك تكايز مبايد لو سمحتي حافظي على وزنك ونزلي وزنك عن السبعين كانش حصل لناك مشاكل دي كلها حضرتك مش شفتي بعد الشر عليكي الموت لما كان عندك تسمم الحمل ما شفتيش القلق اللي كان على وش اهلك وهم مدخلينك مستشفى لفي يوم العام وبيمضوهم مضلنا ان دي حالة عالية الخطورة ومش حنعمل لها القيصرية اللي ما يبقى فيه مكان فاضي في الرعاية عشان نطلقها من القيصرية على الرعاية حصل الكلام اللي بقوله دا لا ما حصلش حصل يا دكتور والدكتور قال لي احميدي ربنا كان لسم حد فيكم يموت ماشا كده مش انا من ديقتين لسه بقول لحضرتك احميدي ربنا ان العائل دا توفى مش انا قلت الكلام دا ما هو دا يقولوا الناس طبعا دا كثرة مستشفى الفيون بارك الله فيهم لان دول المتدربين عندنا في القصر العيني ويعني نعلم يعني الله يرحمها الدكتور عوسان المهم فيعني المهم بقى لما حضرتك جتلنا قلنا لك انك عندك تكايز مبايد وخسي وماشيناك على نظام غذائي فبعد شهرين تلاتة بنته حصل الحمد لله وبدون اجهاض وبدون تسمم حمل والحمل اكتمل وخلال سنة من دخول حضرتك العيادة كان معاك بنتك ربنا يكرمك ويباركلك فيها وتحفظي على وزنك وتخلي بالك الاسف انها عرضة انها تارس هذا الاستعداد الوراثي منك تخلي بالك وخليك وعية لده طول حياتك مريض التكايز المبايد في معركة يومية مستمرة لا تنتهي العمر كله حتى لما هي الدورة بتقطعها بتبقى عرضة المشاكل بسبب التكايز اللي عندها وحتى لما الدورة تقطعها وما تجلاش مشاكل بنتها اللي قدام عينها هتبقى عرضة لهذه المشاكل فهذا يتطلب الحذر والحيطة والأغذ بعين الاعتبار سمعت يا منار المشاكل اللي أنا عرضة ليها ولا ما سمعتيش بالمناسبة أديك سامعهم من الحياة أنا هتطلب منك يا منار وأنا عارف أنك ممكن تعمليك كلام دا روحي للي قالولك ايه يعني عندك تكايز واسأليهم هو التكايز بيجي لهم سكر هو التكايز بيجي لهم ضد هو التكايز بيجي لهم مشاكل في الرحم هو التكايز بيجي لهم عرضة لتسمم حمل هيقولللك لا سيبك بالتلفزيون والدكتور اللي بيطلع فيه قلوهم الكلام ده مكتوب في كتاب كلية الطب والدكتور قال اللي ما يعرفوش يبقى ما شافهاش معنا اتصال اخر من الفيوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور عارف اهلا بحضرتك انا امتبعك من زمن من ايام ما اوتي اه امتبع تطلع في التلفزيون طب يا سيدي هتكبري نفسك يعني ايه علامة الكبيرة عندي زي 56 57 ما تبقيش كبيرة اهو برضو يعني اهو كل الكنترول بيقولوا في ودني ما انتش كبيرة ولا حاجة طيب نورتينا تقصدي البرنامج الحمد لله بقاله 13 سنة مثلا فيعني حضرتك تقصدي المكتبعه من زمان يعني ايو انا انا امتبعك الاسم ما انجرتش بس انا عايشة في بسط اخواتي وولاد اخواتي ام اولادي ربنا يخليك ليهم ويبارك لك فيهم ويرزقك على قد طيبة قلبك وحسن نيتك وحسن ظنك وتعاملك معه اللي يبارك فيك اللي يبارك فيك انا معي بنتختي وروحت عملت لها حقني مجهري ليه ايو ايه ايه داعي ان اللجوء للحمل يبقى عن طريق الحقن المجهري سنة جواز ورح كل ما ايه مثلا لو رحنا لدكتور يقولك اه دا لسه مسألة وقت مسألة وقت ايو فندم دا سنة جواز سنة جواز هي سنها كم سنة عشرين سنة يعني عشرين سنة ومتجوزة ما عبداش عليها سنة وراح تعمل حقن المجهري وماله عمرها 35 سنة ومتجوزة بقى لها 34 سنين دي نعمل فيها ايه والحية المانية بتاع جواز بتاع جوازة التحليل بتاع جوازة بتاعها تضمن 30 ألف ايوه وعشان كده يبقى فيه داعي هوم انا عمال اقولي طب لو تحليل جوازها 30 ألف يبقى لازم يعبدو حقن مجهري ولا وسنها 17 سنة لازم تمام لان فنروح نعمل حقن مجهري مش عشان حد قال لنا مسألة وقت مسألة وقت ايه عشان تحليل الزوج لو 30 ألف زي ما حضرك بتقولي ده لا يسمح بحدوث حمل طبيعي أبدا هم يقولوا 30 ما عرفش 30% ولا 30 ألف حضركي عرفي عشان اعرف اجاوب عشان يبقى كلامي يعتد بيه 30 ألف لازم يروح يجمد عينة في مركز حقن مجهري ويروح يعملوا حقن مجهري تعم لكن ما فيش حاجة اسمها تحليل 30% هم يقولوا تحليل حيل قالوا 30 و20 لان نفسك طبعا برضه فالحيل مش عارفين 30 و20 بس أولا قوي اذا كانت تحليل 30 ألف الحقن مجهري اذا كانت 30 و20 غالبا حضرك بتوصف الحركة والحركة 30 و20 دي ضعيفة شوية عن المثالي لكنها لا تمنح حمل يعني ما تمنحش حمل 30 و20 اذا كانت 30 و20 دي الحركة ما انا مش عارف حضرتك ما هو انت حضرتك بتقولي 30 و20 دي أرقام في الهواء تمام 30 ده ايه العدد الحركة الحركة السريعة التشوهات مش عارف والله بس همها لما نستخدم في المركز لكن في مركز الحقن المجهري قالوا تحليلو حلو اي وقالوا تحليلو كويس وعملوا لها حقن مجهري فجيب بسأل الفشل قالت البويضات بتاعيتها فاضية ملئناشا لنا سألنا 2 كويس قوي استني بقى سنها 20 سنة خلي بالكم خلي بالكم تاني سنها 20 سنة وراحت تعمل حقن مجهري لقوا معظم البويضات فاضية وعادريك حتيجي تقولي لهم يقوليك وإحنا مالنا هي بويضاتها كده وهي طبيعة جسمها كده أنا عايز أسألك سؤال حد عمل لها تحليل اسمه مخزون المبيض من البويضات قبل ما تعمل حقن ايوة قال لك لو لقى لك 18 ولقى مع السحب قال لك 9 هو إيه لـ 18 وتسعة ده بقى هو إيه لـ 18 يعني قالوا يعني الطبيب 18 قبل ما يسحبه منها جوا في السحب ما سحبوش على 9 يا فاندب حضرتك بتجوي على سؤال غير اللي بقوله حضرتك الوقتي بتقوليلي هم كانوا شايفين على الصنار 18 بويضة وكانهم عش مننا أنهم كتير قوي دخلوا يسحبوا قالوا لنا ده معظمهم طلعوا فاضيين ومعرفناش نجد منها اللي تسعة والتسعة كمان مش كويسين ومعظمهم مش قابلين للتخصيب ايوة ايوة أنا بقى بسأل حاجة تانية خالص بسأل قبل ما يتعمل الحقن اتعمل لها تحليل اسمه مخزون المبيض من البويضات عشان يعرفوا انهم سيواجهوا هذه المشكلة ام لا مش عارف عن كده حقوق الله هما جاءوا لهم بسألهم بقولهم سبب الفشل العملية قالوا عشان طويض بتاعها ملناش فيه قال اثنان بس اللي كويسين ايوة عندها سوق عندها سوق في جودة البويضات لازم تعمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات واذا كان تحليل المخزون سيء ده يفسر انها ما بتحملش ليه ويفسر سبب الفشل ليه ويجب انها تاخد أدوية قدر الإمكان تحسن جودة البويضات وتكرر محاولة الحق اما اذا كان تحليل المخزون كويس ومع ذلك تنتج بويضات سيئة فهذا قد يكون عيب جيني في جينتها وكروموزومتها حتى لو عملوا لها التحليل بتاعتها وطلع الطبيعية زي ما بيقال لبعض الستات او قد يكون بسبب بروتوكول العلاج اللي ادهوا لها الأدوية اللي ادهوا لها بالاسم غير مناسبة انها تطلع منها بويضات جيدة فتكرر المحاولة مرة اخرى مع تغيير نوع البروتوكول ونوع الأدوية كل دي اوبشنز كل دي اختيارات بس الاختيارات دي يجب ان يدعمها قرار مبني على تحليل اين التحليل اين الدليل اين تحليل مخزون المبيض من البويضات عشان اجيب حضرتك يعني كده ممكن بعد الزنك انا ممكن مثلا يتحمل حمل طبيعي على مثلا الثلاثين مجون بتاع جوزها او العشرين هما رجعوا بعد الثلاثين الف بقى الثلاثين مليون هو له ثلاثين مليون وتحليل جوزها كويس يبقى كويس وده يحصل منه حمل طبيعي بس احنا بنتكلم عليها هي هي جودة بويضاتها سيئة رغم ان سنها صغير وهذا يخالف المتوقع خلي بالكو يا ناس عشرين سنة وما طلعتش الله بويضتين ونوعيتهم مش كويسين وهذا مخزون سيء جدا عشرين سنة هو ايه اللي بيحصل ده كل يوم حيقولولنا على واحدة سنها صغير ومخزونة وقليل اه بنشوف الكلام ده كل يوم لو سمحت حضرتك بنت اختك دي محتاجة قبل القفز الى الحقم المجهري اللي انتوا عملتوا كده قفزتوا الى الحقم المجهري انا عايز روح لمشوار بعيد كده قمت ايه كانوا قالولي ده المفروض تطلع خطوة اثنين تلاتة اربعة امتنع عامل ايه ايه وامتقازح ونطط للخطوة الرابعة او الخمسة طبعا للأسف الشديد ممكن اقعطي الكسر رقابتي مش كده مش اللجوء للحقم المجهري حتى بالمناسبة لو طلع مخزونها قليل وتحتاج الى حقم المجهري فاللي انتوا عملتوا بش مظبوط لان الخطوات ما كانتش خطوات تمهيدية مقننة مدعمة بأسانيد البنت دي لازم تقيم كويس لازم يقيم اولا نبص على تحليل جوزة نشوفه كويس والوحش حتى ناخد قرار لان حضرك بتقولي ارقام كده متضربة نمرة اتنين هي تقيم كويس تعمل لها تحليل لبخزون المبيض من البويضات يقيم مبيضها حجمه عدد الجريبات اللي فيه يتشاف البرتوكول العلاجي اللي هي خادته طلعت كم ناخد تقرير من المركز طلعت الادوية اللي استخدمتها الجرعات اللي استخدمتها طلعت كم بويضة البويضات بتاعتها من انهي نوعية ومن انهي درجة كل ده للأسف الشديد حضرتك ما تعرفهوش لانه واضح المعلومات اللي عندك شحيحة جدا عن الحالة ويمكن انتوا ما سألتوش ولو سألتوا ما حصلتوش فلازم تقرير مفصل من المركز ولازم تقييم لحالتها وقد نحتاج لتقرار الحقن المجهري جايز معرفش بس اما نشوف اما نشوف فيها ايه خلي بالكم 29 سنة والدورة قطعت خلي بالكم 20 سنة ومغزون سيء وجودة بويضات قليلة السن لم يعد حاميا لأي سيدة من ان يبقى عندها ضعف في المخزون او سوق في المخزون او انقطاع مبكر ليه الطمس السن عامل يؤخذ بعين الاعتبار لكن تحليل مخزون المبيض اضحى واحد من التحليل الرئيسية ان لم يكن التحليل الرئيسي في حالات تأخر الحمل والبحث عن الحمل هذه هي حقيقة هذه المهنة وتطبيقة لو معنا اتصال اخير ناخده قبل ما الوقت طيب مش حاضر طيب وبالتالي تحليل مخزون المبيض من البويضات من التحليل الرئيسية لحالات تأخر الحمل قد تكون سيدة اهيه 29 سنة وحصل حمل وانجبت مرتين وكانت قاعدة في بيتهم ولا على بلها ولا بتفكر في حمل لكن في وجهة فجأة يحصل الكلام ده فجأة يا دكتور اه مش عايز اقول لحضراتكو على التأثيرات السلبية للفيروس المنتشر الان الذي يتحدث عنه العالم واللي الاقاويل كتير على تأثيراته السلبية على خصوبة الرجال بالذات وعلى عدد وحركة الحيانات المنوية والأثار المستقبلية لهذا الفيروس اللهم عافينا هتكون ايه على الأجيال القادمة وحديثا طلع الكلام على سيدات يتم انقطاع الطمس أو تلف مخزون المبيض من البويضات بأثر هذا فنرفع اكف الضراعة لله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا الوباء وان يرفع البلاء وان يرحمنا برحمته فهو القادر على هذا لكن هذه المهنة لها قواعد من القواعد زي ما قلنا زي ما شفت خضراتكو تحليل مخزون من القواعد زي ما اتكلمنا النهاردة على مرض تكيوس المبايد نقول كده النسبة بتاعته تخترب من 20% في بعض الأعراق خلل هرموني وهو اكثر لاختلالات الهرمونية لا يشفى منه له استعداد وراسي له تأثيرات سلبية لاحقة تأخر الحمل اللي اخبطت الدورة على البشرة الضهنية الشعر الشعرانية في الجسم تساقط شعر الراس وقلة فرص الحمل وزيادة فرص الإجهاد وزيادة نسبة الإصابة بتسمم الحمل وسكر الحمل والأصال المستقبلية الإصابة بالسكر من النوع الثاني في 100% من المريضات و50% بأمراض قلبية والارتفاع الضغط و15% الإصابة بصرطانات جسم الرحم إلى منار وإلى كل المتكيسات أهدي هذه الحلقة وأهدي الحلقة القادمة التي سنتحدث عنها عن كيفية التعامل مع تكيوس المبايد تشخيصا وعلاجا وخطواتا فانتظرونا كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة وبالمعلومة العلمية الصحيحة جينا وزي ما نسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشوا تخير الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبو هاتهو بتحلب الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبو هاتهو مرحني مرحني وانتقل مرحني ترجمة نانسي قنقر